ما أن أعلنت طهران احتجاز سفينة لكوريا الجنوبية حتى بدأت معها ملامح صفقات غريبة إيران تصر على أن السفينة هانكوك تشيمي مقابل أموالها المجمدة في كوريا كوسيلة استفزازية ضد السمول الأمر الذي فضح النية الإيرانية وراء استيلائها على السفينة الكورية بعكس ما كانت أعلنته حول مخالفتها القوانين البيئية البحرية بداية حاولت إيران الضغط على كوريا الجنوبية لدفع جزء من الأموال المجمدة ثمناً للقاحات كورونا ثم تحولت للبحث عن صفقة غريبة مع سول تطالبها بدفع جزء من مستحقات إيران المتأخرة في الأمم المتحدة والتي تسببت بمنعها من حق التصويت في الأمم المتحدة أمر فضحه وزير خارجيتها كان علينا دفع 16 مليون دولار إلى الأمم المتحدة مقابل حق التصويت وقد خصصت الحكومة مصدرها من الأرصد الإيراني المجمدة في كوريا الجنوبية لكن الولايات المتحدة منعت إدعى الأموال في حساب الأمم المتحدة مصير السفينة الكورية لا يزال مجهولاً حتى الآن مع استمرار استخدامها كورقة ضغط من قبل إيران للحصول على الأموال وسط حديث عن أن مؤشرات التوصل لحل ضعيفة جداً أهم ما في خلفية هذا الموضوع أن إيران كانت من أبرز موردين نفط إلى كوريا الجنوبية أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة شرق آسيا لكن السعول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات